جامعة القاهرة استعدادتها الأمنية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بقعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك لتكريم أوائل الخرجين بالجامعات والحديث عن آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالجامعات بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس أكد فتح عباس المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة أن الحرس الجمهوري بدأ اليوم في دخول الحرم الجامعي لتولي مهامه في تامين زيارة الرئيس السيسي قالت مصادر بجامعة القاهرة أنه من المرجح حبوط طائرة رئيس عبد الفتاح السيسي بملاعب مدينة الجامعة مشيرا إلى أنه تم تمشيط الجامعة بأكملها بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات من قبل الأمن الإداري